اشتركوا في القناة للشؤون الجنسية والجوازات والإقامة والأبناء وذلك للسلام على جلالة الملك المفدى حيث رفعوا إلى جلالته أسماء آيات الشكر والامتنان على تعازي جلالته ومواساته لهم في وفاة فقيد الوطن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله وقد أشاد صاحب الجلالة بمناقب الفقيد وجهوده الرائدة وإساماته المتعددة فيما حقته المملكة من تطور وتنبية وإنجازات شابة في جميع المجالات وأكدا جلالته أيده الله أن البحرين فقدت برحيله أحد رجالها الأجلاء حيث سخر حياته من أجل تقدم الوطن ورفعته وتحقيق تطلعات شعبه وخدمة أمته العربية والإسلامية عبر مسيرته الممتدة الحافلة بالإنجاز والإخلاص وسيبقى الراحل رمزا وطنيا خالدا في الذاكرة الوطنية طارعا جلالته إلى المولى جل وعلا أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان كما أعرب جلالته عن تقديره واعتزازه بعطاء أبناء البحرين جيلا بعد جيل في بناء تاريخ ونهضة البحرين وإسهاماتهم الفاعلة في جهود البناء والتنبية في مختلف ميادين العمل الوطني من جانبه أعرب سمو شيخ علي بن خليفة آل خليفة وأبناء وأحفاد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله عن عظيم الشكر والامتنان والتقدير لجلالة البلك المفدى على مشاعر جلالته الطيبة النبيلة داعين الله العلي القدير أن يحفظ جلالته ويرعاه ويمتعه بوافر الصحة والسعادة وطول العمر ويديمه عزا وذخرا وسندا للبحرين وشعبها الكريم ويحقق للمملكة ما تصب إليه من نماء وتطور والزهار تحت قيادة جلالته الحكيمة اشتركوا في القناة